عقد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف لقاء موسع مع موجهي المواد الأساسية بالمدريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية أوضح عبداللطيف أن الوزارة لا تدخل جهدا لتحسين أوضاع المعلمين وخلال المرحلة القادمة ستكون هناك خطوات ملموسة في هذا الاتجاه كما وجه الوزير بقياس التقييمات على مستوى الجمهورية ومتابعتها بشكل دقيق مؤشيدا في هذا الإطار بما شهده خلال زيارته لمدارس محافظة كفر الشيخ من أن هناك أداء منضبط فيما تعلق بكرسات الواجب للطلاب ودفاتر المعلمين